افتتحت مستشفيات جامعة طنطا وحدة الغسيل الكلوي الجديدة لتلبية احتياجات مرضى الفشل الكلوي في محافظة الغربية والمناطق المجاورة وتقدم الوحدة خدمتها الطبية مجانا لنحو 120 حالة أسبوعيا وعلى نفقة الدولة والتأمين الصحي لتمثل إضافة مهمة للبنية التحتية الصحية في إطار الجهود المبزولة لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين افتتحت وحدة الغسيلة الكلوية الجديدة بمستشفى أمراض واجرحات الكلة والمسالك البولية الدقيقة بمستشفيات جامعة طنطا لتلبية احتياجات مرضى الفشل الكلوي في محافظة الغربية والمناطق المجاورة مستشفى أمراض الكلة واجرحات المسالك البولية الحقيقة وهي مستشفى جديدة ان شاء الله ستنضم إلى مجموعة مستشفيات جامعة طنطا هي ادمنت على مساحة 1200 متر على بدروم وأرضي وست دوار وتشمل 40 مكنة غسيل كلوي على أحدث النظم وكمان فيها حوالي 21 وحدة سرير العناية مركزة 14 متقدمة و7 متوسطة وطبعا فيها غرف عزل المرضى وأيضا فيه 8 وحدات للكابسولات الجراحية مجهزة لكافة التدخلات لجراحات المسالك البولية ومجهزة لعملات زراعة الكلة ان شاء الله الوحدة تهدف إلى تقديم خدمة طبية متميزة بأحدث التقنيات المتاحة وهي مجهزة بأربعين مكينة غسيل كلوي موزع على دورين كل منهما يحتوي على عشرين مكينة تشمل مكينات إيجابية وسلبية بالإضافة إلى غرف عزل وغرف فردية التجهيزات التي تشملها الوحدة تتضمن أيضا خمسة أسرة للعناية المركزة وأخرى للغسيل الكلوي للأطفال كما تتضمن الوحدة على جهاز فصل بلازمة لتلبية احتياجات أخزام المستشفيات الجامعية وماكينات مفلترة لرعاية المرضى ذوي الضغط المنخفضة وحالات التسامم الدموية بينما تشتمل التجهيزات على حجرة للتداخلات الكلوية لتركيب وتسليك قساطر الغسيلة الكلوية حيث من المقرر تشغيلها قريبا أخويا هنا بيخسل بقاله خمس سنين والخدمة هنا ممتازة جدا والاستفق لهم ممتازين ما بيتأخرش عنه بأي حاجة سواء دكاترا أو تمريد بيقف معاه وكان برضا كعمل حادث قريب الدكتورة اللي امتبعها بقالها خمس سنين وقفت معاه ووفرت له كل الاحتياجات اللي هو محتاجها المستشفى كويسة جدا والتمريد على أعلى مستوى هنا والصراحة وقفين جنبنا واللي احنا عايزينه كله بالله الحمد لله يعني جات هنا بسبب فشل كلوي كان عندي تسمم حملة ووصلني للفشل الكلوي وجمع هنا صراحة وبجي تلات يام في الأسبوع حد وثلات وخميس من الساعة 11 للساعة 3 ونص والخدمة هنا جميلة والحاكمات ربنا يديهم الصحة والناس محترمة وربنا يجزيهم خير يا رب الوحدة التي تخدم نحو 120 حالة أسبوعيا تقدم الخدمة بالمجانة وعلى نفقة الدولة والتأمين الصحي حيث تمثل الوحدة إضافة مهمة للبنية التحتية الصحية وتسعى لتحسين جودة الحياة لمرضى الفشل الكلوية وتخفيف ألامهم عبر تقديم خدمات طبية متكاملة وبأعلى معايير الجودة